شهدت معارض أهلا رمضان إقبالا كبيرا من المواطنين بكافة محافظات الجمهورية وتميزت المعارض بتوافر كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق إقبال شديد من المواطنين على معارض أهلا رمضان بمختلف محافظات الجمهورية وبتخفيضات تتجاوز أكثر من 30% مع توفير كافة السلع الغذائية من اللحوم والدواج والأسماك والزيوت والأرز والسكر وجميع مستلزمات الشهر الفضيل بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق في محافظة القليوبية تم افتتاح معارض أهلا رمضان في شبرى الخيمة حيث شهد المعارض وفرة في المعارضات من كافة أنواع السلع ومشاركة قوية من العارضين بتخفيضات كبيرة كما أن المعارض ممتد حتى نهاية شهر رمضان المبارك وفي الإسكندرية افتتح المحافظ محمد الشريف معارض أهلا رمضان الرئيسي بالمحافظة والمقام بأرض المعارض حيث شهد المعارض طرح كميات كبيرة للسلع الغذائية المتنوعة بتخفيضات كبيرة خلينا أقول لكم جميع السلع المتوفرة في محافظة الإسكندرية ما فيش أي حاجة ناص عندنا عندنا التخفيضات تصل إلى 25% ثانياً احنا عندنا عدد كبير جداً من المنافذ اللي موجودة في إسكندرية 323 منفذ في المبادرة بتاعت أهلاً رمضان بنبيع اللحم بسعر الجملة وأقل من سعر الجملة شوية بنبيع كيلو الشمبار المشاف في مدون دهون خالص وأحمر ب120 جنيه بنقدم خصمات طول شهر رمضان كله من حوالي 10% إلى 25% احنا عندنا تنوع كثير جداً من السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة الفترة دي فيه سكر فيه رز فيه زيت كل السلع الأساسية كلها النهاردة عليها دعم وعليها التوفير قوي جداً احنا مشاركين لحد انتهاء فترة المعرض وعندنا كل يوم فيه أبديتينج للأسعار بتشكيلة كبيرة وتشكيلة متنوعة من المعارضات بتاعتنا كل يوم كما شهد معرض أهلاً رمضان في محافظة المطروح إقبالاً كبيراً من المواطنين الذين أشادوا بالمعرض لتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين استعداداً لشهر رمضان الكريم طبعاً ده جهد موفور من الدولة مشكورين عليه وربينا إن شاء الله يكرمنا وتكون كل الاحتياجاتنا موجودة في منافس دي لعشان شهر رمضان الكريم بإذن الله المنفس ده كويس جداً لأن الأسعار فيه هنا رخيصة يعني أنا داخل كشوفت كرتونة البيض عاملة 53 جنيه وفي محافظة السويس ابتتح عبد المجيد صقر معرض أهل رمضان بأرض المعارض بحي السويس بتخفيضات لأخثر من 30% مؤكداً أن المعرض يضم جميع السلع الغذائية هذه أسعار اللحمة عندنا المستوردة هي في السويس والنحية الثانية شفت اللحمة البلد الكندوس الصغير بـ 135 إحنا هنا في السويس أنا لما قلت إن إحنا عندنا الأسعار كويسة والناس بتتراحم في السويس التجار مع الناس ده المنظر اللي انتوا شايفينه والمنظر اللي وراء دون هنفتح شوادر به في نفس الأسعار في جميع الأحياء أسعار جميلة جداً وياريت كده على طول على طول بجد دي فكرة حلوة جداً جداً وهي للشعب السويس أشكركم كثير 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 إحنا بنشكر كل من ساهم وساعد في أهلنا الرمضان بمبادرات خير ويا رب من قطع عننا الخير لنا وليكم كل سنة وحضراتكم طيبين جهود كبيرة تبدلها الدولة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وأبث رسالة طمأنين للمواطن ومحاربة احتقار بعد التجار للسلع الغذائية وذلك بفتح أكبر عدد من منافذ السلع الغذائية بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان في عدد كبير من المحافظات ترجمة نانسي قنقر